زر ناري وخطر ومصاعب وغضب الطبيعة ودمار توقعات مايك فاغاري لشهر ديسمبر ايلول اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي هو النجوم لو اول مرة بتشوفي القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكمنتو شيء مايك فاغاري نشر مجموعة من التوقعات المخيفة على قناته هنقدم لكم في الفيديو ده ابرز ما توقعه مايك فاغاري مايك فاغاري تحدث اولا عن تأثير كوكب المريخة على الارض وتأثيراته السلبية على الارض عموما وعلى المنطقة العربية خاصة وتأثيره فعلا واضح وفيه فهدنات وزلازل وانفجرات وكوارس طبعية وبشرية وقال مايك فاغاري انه تكلم عن ضرب او اكتياح وشفنا اللي حصل في افغانستان وللأسف اشار مايك فاغاري ان المريخ مستمر شهر سبتمبر ايلول وقال نحن على موعد مع المريخ هذا الشهر حيث سيحمل مصاعب كبيرة ومشاكل على الصعيد العربي والدولي وقال مايك فاغاري ان ما يهمه هو ما يحمله هذا الشهر للوطن العربي واعتبر ان شهر ايلول هو زنار ناري وشهر خطير زنار ناري يعني حزام ناري يعني فيه حزام ناري هيلف بحوالين الارض حديثه عن تركيا واعتبرها دولة عربية لان اهلها مسلمين ولانها تتدخل في كل الشؤون العربية وتحدث عن حاكمها الطاغي وقال انه لن يستمر اما عن لبنان فقال مايك فاغاري انظار العالم على شمال لبنان ومشاكل وصعوبات في شمال لبنان والثورة ثورات لكن واحدة منهم تكون محقة وتحدث عن واموهاب واموهاب اسم يلمع ويدعو الى ثورة جديدة وقال ان هذه المرة ليست مجرد كلام افاق واضواء غير مستحبة اما بالنسبة للفضائيين والعالم الخارجي فقال ان التقارب اصبح اكثر فاكثر وقال انه تكلم من فترة ان البلتاجون اعلنت ان هناك نشاطات فضائية وخارجية وتتم دراسة الموضوع جيدا ليتأكدوا من الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وان كان حقيقي او لا وبيأكد ان الموضوع قرب جدا جدا وقال ان الفضائيين موجودين بنا وفينا وبينفزوا مخطط الشتان وبينفزوا الشتاء الاصطناعي وبيستخدموا مواد كيموية ومسرطنة وهذه المواد تتسرب الى مياه الابار والمياه الجوفية وتؤدي الى تلوث هذه المياه وقال تخيلوا بعض الدول اللي كان فيها الشتاء اليل بيعملوا السحرة غابة خضرة تحدث مايك فغالي عن مطار بيروت وقال مطار بيروت هو عين الحدث بالاضافة لثلاث مطارات حول العالم وقال ان الحدث مش بالضرورة يكون داخل المطار ممكن يكون حول المطار او حرم المطار هيكون فيه اعلام في الحدث ان مايك فغالي ان يكون هذا الحدث خير ونحن ايضا نتمنى ان يكون الحدث خير وشايف ان الصحافة والاعلام تتلقى الاخبار وقال ان الصحافة هتكبر الحدث للخارج ليستفادوا من الاموال التي ستدفع اما بالنسبة لسوريا وقال مايك فغالي انها تمر بمرحلة بين التحرير الكامل والحديث عن التقسيم وقال انه تحدث سابقا عن المخابرات السورية والمخابرات التركية وانه شايفهم على طاولة واحدة وقال ان هذا الشيء سيحدث قريبا اما عن غضب الطبيعة في الولايات المتحدة الامريكية والتي تحدث عنه سابقا وطبعا شايفين ماذا يحدث بامريكا الان من كوارث طبيعية اعسار ودمار محصلش من سنين طويلة والاعسار اللي حصل وتسبب في قطع تيار الكهربائي عن ولاية كاملة والآتي اعظم مايك فغالي قال كده بالنص والآتي اعظم يعني امريكا هتشوف اكتر من اللي بيحصل اعظم واعظم وبيتمنى ان الشعوب العربية في امريكا لا يصيبهم مقروب ونصحهم يتبع نصائح المسؤولين حرصا على امنهم وسلمتهم واشار الى ان الكوارث مستمرة والدمار هائل جدا فوق ما يتصوره عقل سبحان الله ما تفعله امريكا من خراب ودمار في اي بلد في خمس سنين ربنا بيروته في اسبوع الكيل كيلين لكن مزن بالشعب وقال ان ده دليل على ان الله قوي ومنتقم وحق وقال ما يحدث فعل الشيطان وربنا خلصكم من الشيطان وكل ما يحدث من خراب على الارض هو من صنع الشيطان له سلطان على الارض ولها جنود على الارض وقال ان الله بريء ممن يسركون ويقرون هذا من فضل ربي وتحدث عن من يخزنون البترول في لبنان اكتر من ساعة باخرة ان شاء الله تتحرقوا بي في نار جهنم ودعا ايضا على محتكرين الدواء وعصابتهم دعا عليهم مايك فغالي وقال ان اعز ناس عندكم يا ربي يحتاجوا الدواء ولا يلقوا اما بالنسبة لكورونا وقال انه اتسأل كثيرا عن كورونا وقال كورونا خلصت ولازم يتعايش معها مثل الانفروانزا وبالنسبة للوقاح قال ان مافيش اي خطورة من اللوقاح وانه مش بيمنع الاصابة بكورونا لكن بيخفف اعراضها وقال ان في ناس بتسأل ان كان اخد الطعم ولا لا قال نعم اخدت الطعم الروسي وقال ان مافيش حاجة هتمشي من غير ما ناخد الطعم شئنا ام ابينا طبعا كلنا عارفين ان في شرط عدم السفر بدون تطعيم وايضا في المصالح الحكومية الزامي اخد اللقاح شئنا ام ابينا لازم نتلقى اللقاح يعني مضطرين ومكبرين ناخد اللقاح سواء الان ام لاحقا وتحدث عن الجيش وقال من يحب المال اكثر من لبنان ما يستحق يكون نعلل اي شخص عسكري لبناني واي شخص يتحدث عن جيش بلده بطريقة مهينة او مؤذية يستاهل الحرق وقال رأيه في حكم الاعدام في لبنان لان البعض معه والبعض الاخر ضد حكم الاعدام واجابة على السؤال في هذا الموضوع قال ان هو مع حكم الاعدام ومستعد ان هو ينفذه بنفسه ولابد من القصاص العادل في الارض والسماء ومن قتله يقتل وقال ان لازم يتعامل بند في الحكم لو شخص محكوم عليه عشرين عام مثلا لا يظهر باي نوع من انواع العفو حتى ينفذ الحكم وقال كمان ان هو نفسه يشوف المشانئ معلقة في ساحة الشهداء والسياسيين المغتصبين معلقين في هذه المشانئ وقال لو كان فيه قصاص ما كانش هيكون فيه تفجيرات واعداد الشهداء المهول اللي احنا بنشوفه كل يوم وهنأ اهالي شهداء مرفق بيروت على صدور الحكم وقال فيه احكام اكبر بكتير هتصدر وقال ان خط رفيعة اطع من المسبح وقريبا ينقطع الخط كامل وتكر السبحة سوا وختم مايك فغري توقعاته بنصيحة للجميع تفقلوا بالخير تجدوه اتمنى الفيديو يكون عجبكو منتظر تعليقاتكم واي استفسار في الكومنت ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا اشعار بالفيديوهات الجديدة اول ما تنزل شكرا للمشاهدة شكرا يا احسن جمهور في الدنيا لو الفيديو عجبكو ما تنسوش لايك الفيديو وتشتركو في القناة وتقودوا رأيكو في كومنت